منتخبنا الوطني زي مباراة النيجل اللي كسب فيها 3-0 النهاردة بيكسب ليبيريا 3-0 اهداف لعمر مرموش ومحمد عبد المنع محمد حسن كوكا من ضربة جزاء فوز ثاني على التوالي فوز ودي ثاني على التوالي لروي فيتوريا كقائد او كمدير فني لمنتخبنا الوطني الامور تبدو ان فيها كثير من التفاؤل تبدو وكأنها فيها كثير من الثقة الحكاية ان احنا لازم نصبر ولازم نقول ان احنا لازم نساند ونتدعم طول الوقت مفيش حاجة بتتغير من يوم وليلة ومفيش حاجة مضمونة يعني بعد المباراتين دول ما اقدرش اقول لك ان منتخب مصر راجع تاني الامجاد 2006 و2008 و2010 ولا اقول لك ولا اقول لك هيبقى عنده الازمات بتاعتك كم شهر اللي فاته ما اقدرش لا اقول لك كده ولا اقول لك كده بس اقول لك اهي شوية تفاول الفوس حلو هتكسب مين مش دي الحكاية بس بتكسب المكسب بيبقى حلو ودي او رسمي بيبقى حلو المنظر النهاردة كان شكله حلو احنا مسيطرين بنهاجم بقوة بنستخلص الكورة بسرعة بنضغط من مناطق متقدمة في بعض الملامح طبعا الخصم مش قوي فانت مش مع الخصوم الاقواء مش شرط تعمل نفس الاسلوب ممكن يبقى فيه اسلوب تاني بس يلا ندعم يلا نساند نهاردة عمر مربوش في رأي كان من افضل لعيب المباراة عمل مجهود عبكاري وعمل اداء مميز جدا وسجل هدف رأي وعمل عمل كورة حلوة قوي لمحمود ريزجي جات للأسف من محمود ريزجي في العرضة بس الشكل اوفر اول يعني بشكل عام لا المنظر كان حلو يا رب تكمل على كده لسه هيبص على لعيبة اخرى لسه هيشوف اختيارات جديدة لسه عناصر ره هتخش المنتخب لسه ما شوف ناش الدور الجديد هيبقى منتظم ولا لأ اللعيبة هتستهلك ولا لأ هيبقوا مرهقين وهم رايحين للمنتخب ولا لأ الدوري هيفرز لعيبة مميزة ولا لأ كل ده هنشوفه الموسم الجديد ولازم يحصل ده لازم دوري منتظم وهو انا بقولها لك بدري 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 حال منتخب مصر مش هينصلح الا اذا الا اذا شرط واحد لو بدنا مصلحة منتخب مصر عن اي نادي في مصر شوف عن اي نادي في مصر كبير او بينكو سنوء صغير هتبص على مصلحة نادي زعلان نادي مدايق نادي عايز يأجل نادي مش عايز يلعب لعيبته في المنتخب ناس عايز ياخد لعيبته من المنتخب هتبص لمصلحة اي نادي قبل مصلحة منتخب مصر يبقى مش هتشوف خير لمنتخم مصر انا بتكلم مع مين مع القائمين عن منظومة الكرة في مصر بتكلم عن الاندية الكبيرة بتكلم عن الناس اللي عايزة تنجح منتخم مصر بدري بدري بقولك اهو عارف ليه عشان احنا كل لا قدر الله اخفاق بنقول الكلمتين دول طب واحنا وقفين على رجلنا دلوقتي والامور فيها ابتسامة وفيها انتصارات والحياة حلوة بنقول الكلمتين دول مش لازم نقولهم وقت المشاكل ونقررهم وقت المشاكل او وقت الاخفاقات لا قدر الله قدرهم نقولهم احنا مبسوطين عشان نمسك نفسنا دور السنة الجاية مفهوش هزار مفهوش هزار اللي عايز يأجل هنقوله والله احنا قاسفين احنا بنحبك يا نادي يا كبير بنحبك قوي وبنحترمك وبتمسلنا وكل شيء بس والله احنا قاسفين في منتخم مصر ومنتخم مصر ده فوق الجميع غصبا عني وعن اللي جنبي وعنك وعننا كلنا غصبا عننا هنعمل ايه انت مش بتحبب منتخم مصري زيك زي مش شايف ان مصلح منتخم مصري اهمل مصلحتك زي زي فلازم كلنا نتعامل مع هذا الوضع عشان نشوف منتخم محترم دي نقطة نقطة تانية الراجل بيختار لعيبة حسن ما بتشوف عينيه شايف لعيبة كويسة في لعيبة تانية نجوم في الكرة المصرية او ابطال في الكرة المصرية بس ابطال من ورق ابطال بيصنعهم السوشيال ميديا ابطال بتصنعهم اندية ابطال وخلاص بس مش بيبقوا ابطال في الملعب الراجل هيدور على ابطال في الملعب فما نفضلش نقول له انت مخدتش فلان انت متعرفش فلان ده يبقى مين ده احسن لاعب في مصر على الفيسبوك ده احسن لاعب في مصر على استجرام بعدد الفولورز يعني بعدد المتابعين لا يا سيدي احنا عايزين ناس اللي بتلعب برجولة في الملعب اللي ما نجمتهاش السوشيال ميديا اللي عيبة اللي بتاكل النجيلة بجد اللي عيبة اللي بتدي المنتخم مصر بجد مش عايزين بقى الجو اللي هو بتاع ايه ده النجم بتاع النادي الفلاني بقى لا نجم بقى لا مش نجم مش عايزين نجوم احنا ما احنا جربنا النجوم ما عملوش حاجة انا عايزين لعيبة اللي زي محمود حمادة مش بقول محمود حمادة كلاعب او كموهبة وموهبة ولاعب وكل حاجة بس العيبة اللي احنا ممكن لو باش عارفين عنها حاجة بس تنزل تاكل النجيلة هو انت كنت توقع انا محمد عبد الماني عام يبقى اساسي في المنتخب دلوقتي وبيسجل وبيلعب وبيدافع كنت بتوقع ده قال له اسكيروش هو اللي عمل ده ولا كان هيرجع النادي الاهلي ولا كان هيلعب مع النادي الاهلي وكان هيفضل معارضه لعمره وكانتش حد يعرفه محمود الحمادة وراجل عنده سبع عشرين تمانية وعشرين سنة ما شمش المنتخب قبل كده وعد بقى العيبة كتير عد العيبة كتير عشان كده سيبوا الراجل يشتغل سيبوا الراجل يشتغل بلاش بقى اللي هو التجويد بتاع ايه لا لا ده جايفتي ده جاي انا عارف اناك جمل بتتقال ده جاي اكل عيش ده جاي اشتغلنا ده جاي يضحك علينا ده جاي مش عارف ايه هجماعة ما فيش حد لا بيدحك علينا ولا بيشتغلنا ولا عايز مننا قصا حاجة كل مدرب بيجي منتخب مصر الايانب تحديدا بيبقى جاي عشان عايز يكبر اسمه يعني هو اسمه كبير وعايز يكبره اكتر مش عايز يفشل مش عايز في السيفي بتاعه يبقى فاشل ما فيش الكلام ده خالص حطوه على جب احنا عندنا مشاكلنا اللي عارفينها ودينا منحلها ودينا مناخد خطوات لقدام ترجمة نانسي قنقر